كل من عليها فان يموت الصالحون ويموت الطالحون يموت المجاهدون ويموت القاعدون يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد يموت الشرفاء ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن يموت أصحاب الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية ويموت التافهون الحريصون على المتاع بأي ثمن ولو كان من الحرام الكل يموت إنها الحقيقة التي تسربل بها طوعا أو كرها العصات والطائعون بل وشرب كأسها الأنبياء والمرسلون دعا أينما تكونوا يدرقكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة هل الموت شدة وفتنة على الأنبياء كما على الناس نعم أقول إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها حكاما ومحكومين بصدغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله فالموت في ذاته فتنة ما فتنة طوش تبدأ منذ لحظاته الأولى حين نام الإنسان على شراش الموت لا احتدار لا احتدار تبدأ الفتنة من هنا يا ترى بأي شيء يختم له اللي يختم له بالإيمان أن يختم له بالكفر والنفاق هل سيرى في هذه اللحظات ملائكة الرحمة تنتظره وهو يرى ملك الموت يجلس عند رأسه يراه حيث لا يراه أحد من الخلق يراه بعينه الله أكبر ويرى الملائكة بعينه لأنه في هذه اللحظات بدأ أن تقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة لكنه لا يستطيع الحكي للجلوس أو الحب نعم فتبدأ الفتنة من هنا اسمع لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الله يرضوه الله ويتقول في صحيحين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنة وذاقنة أي ورأسه على صدرها تقول وكانت بين يديه ركوة قدح أو علب أو إناء فيه ماء وكان يدخل يديه صلى الله عليه وسلم ثم يمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات ولذا قالت رضي الله عنها كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح قالت وأيضا في البخاري ومسلم حديثه من عائشة قالت والله لا أكره شدة الموت لأحد شدة الموت لأحد بعد ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة فيها ماء في رواة الترمذي يقول تمسح تقول يمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور وهو يقول إن للموت لسكرات اسمع بقى الزيادة دي اللهم أعني على سكرات الموت النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعني على سكرات الموت اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت فالموت له سكرة والموت له شدة والموت له فتنة حين يحاول الشيطان أن يفتن الإنسان في هذه اللحظة الأخيرة في الدنيا ويفعل يحاول ومن الخلق من يفتن استدل العلماء على ذلك بصدر حديث صحيح في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من أمره بمعنى أفسره بحديث آخر في سنة النساء من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه حديثه صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال قاعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها قاعد له بطريق الإسلام فقال له تسلم وتذر دينك ودين آبائك وإجدادك تسلم وتذر دينك ودين آبائك فعصاه فأسلم فقاعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتذر أرضك وسماءك فإن مثل المهاجر كمثل الفرس يستنف الطول فعصاه فهاجر فقاعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة لا إله إلا الله الشاهد من الحديث الآخر دفصح مسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من أمر يقالوا حتى في لحظات الموت يحاول الشيطان جاهدا أن يفتن الإنسان في هذه اللحظة حتى لا يختم له بالتوحيد والإيمان بل قد ذكر شيخ الإسلام التنمية وغيره أن الشيطان في هذه اللحظة مستدلا بهذا الحديث قد يعرض أديانا أخرى غير الإسلام على المر ليفتنه في دينه وهذا الكلام مذكر في كتاب مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة رقم 255 لمن أراد من أبنائنا من طلبة العلم أن يراجعها قال قد تعرض هذه الفتنة على البعض وقد لا تعرض على البعض هل تعلم أن الإمام أحمد يعني حسن الخاتمة أو عدم حسن الخاتمة ها نعم هل تعلم الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمة الله عليه لما نام على فراش الموت كان يقول كلمات غريبة وقل لا بعد لا بعد فلما أفاق في لحظة صحوة بين السكرات والكربات قال له ولد عبد الله يا أبتي ماذا تقول قال ماذا أقول يا ابني قال تقول لا بعد لا بعد واتشير بيدك قال يا ابني شيطان قاعد عند رأسه عض على أناميله يقول لي لقد فتني يا أحمد ولو فتني اليوم ما أدركتك بعد اليوم يا أحمد موت يهوديا يا أحمد موت مصرانيا وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت على التوحيد هذا إمام أهل السنة فلن بغي أبدا أن يغطر واحد مننا لا بعلمه ولا بعمله إنما الأعمال والخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام لكنني أبشر نفسي وأبشرك وأبشر إخواني بكلمات نفيسة للحافظ ابن كثير قال لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه مرة ثانية لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه في صحيح مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه لكن إذا عاش الإنسان على التوحيد على الطاعة على الاستقامة على الصلاة على فعل الخيرات يموت على التوحيد وعلى الطاعة التي كان يعيش عليها وإذا كان يعيش في الدنيا على الفسك والله والمعاصي يموت على ذات المعصية ويبعث على ذات المعصية وهذه الفتنة الأولى فتنة الخاتمة هل يختم لهذا بحسن الخاتمة أم يختم له بسوء الخاتمة إنما الأمال بالخواتم نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميع الحسن الخاتمة إنه لي ذلك والقدر عليه وعندنا في ذلك أنثلة كثرة لا تسع الوقت لذكرها لكن أنا أرجو فقط أن تنظر إلى هذه الفتنة وإلى هذه المحنة انظر إليه انظر إليه انظر إليه وهو على فراش الموت نعم وقد اصفر وجهه وشحب لونه وبردت أطرافه وتجعد جلده وبدأ يشعر بزمهرير قارس يزحف إلى أنام اليديه وقدميه وجسده كله ويغرق فيه السكرات والكربات فإذا أثاق في لحظة صحوة نظر إلى أهله وأولاده وإخوانه وأحبابي من حوله أو إلى الأطباء الذين التفوا حوله وداروا ونادى عليهم بلسان القال أو بلسان الحال يا أحبابي يا أولادي يا إخواني لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي أنا أبوكم أنا أخوكم أنا حبيبكم أنا زعيمكم أنا الذي بنيت القصور أنا الذي عبدت الطرق وعمرت لكم الدور أنا 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 ويأتي الجواب فلولا إذا بلغت الحلقوم يا الله وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فإما إن كان من المكذبين الضالين فنزلوا من حميم وتصلية جحيم أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلوا من حميم وتصلية جحيم إلى آخر الآيات لا إله إلا الله فهذه فتنة هذه محنة عظيمة لكن الذي يثبت فيها شيخنا باركلافيك سابقة الأعمال التي صنعها الشخص هذه تثبته إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولأهل العلم في وقت تنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة قولان القول الأول تتنزل الملائكة عليهم وهم على فراش الموت الله أكبر لا إله إلا الله فتراه يبتسم تراه يبتسم نعم يبتسم سما حقيقيا ليه لأنه يرى ملائكة الله جل جلاله تبشره يا أيها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضان فيبتسم ويصر ويسعد والأخرى ولا حول ولا قوة أعاذنا الله وإياك وإخواني وأخواتي مننا نعم فالملائكة تحضر تثبته هذا هو القول الأول لابن عباس وغيره والقول الثاني قال تحضر الملائكة لتثبت أهل الإيمان والاستقامة وهم يخرجون من القبور يوم البعث والنشور إذا خرج من قبره واجد الملائكة في استقباله وقد هيأت له من ركائب الجنة ما لا يعلم جماله وجلاله إلا الله فإذا خرج المؤمن التقي من قبره لا يمشي خطوة واحدة في أرض المعشر على قدميه وإنما تقدم له الملائكة ركائب الآخرة فيركب يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبان اركب يا ولي الله اركب أيها التقي المؤمن من أنتم لا تأتي وجهكم النيرة إلا بالخير والنور نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم والنزل هو ما يهيأ ويعدل الضيف من كرامة فأرجو أن تتخيل معي نزلا يهيئه أكرم الأكرمين ورب العالمين جل جلاله لأهل الإيمان والاستقامة